السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا يلا كلنا نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بسرعة جدا جدا بيجري شهر رمضان الكريم وشهر الخير وبنحسش بيه كالعادة وايام كلها بتكون خير وبركة وسعادة والايام اللي جاية بيكون العيد الصغير على الابواب فبالمناسبة دي كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا ويا رب يجعل ايامنا كلها عيد وخير وبركة على امة محمد وعلى الناس اجمعين فبالمناسبة دي لازم طبعا نتكلم عن الكحك والبسكويت وايه هي بدايته وانهي منهم كان قبل التاني اولا نتكلم عن الكحك اللي هو كحك لقيت طبعا هو من مظاهر احتفال المصريين بعيدهم وبيذكر المؤرخين ان مصر كان فيها اكتر من تلاتة وخمسين نوع من الحلويات الكلام ده كان فين كان في ايام العصور الوسطى وده عدد كبير ما كانش في اي بلد تانية في الايام ديت ولك طبعا ان تتخيل العدد اصبح كام دلوقتي المهم قبل العيد الصغير بكذا يوم المصريين كانوا بيعملوا الكحك وفي يوم العيد كانوا بيتبادلوا اطباق الكحك مع جيرانهم ومعرفهم زي دلوقتي كده بالزبط وبرضو كان في ناس بيفضلوا يشتروا الكحك جاهز وكانت محلات اليهود بيعملوه وبيبعوه يعني كانت في محلات مخصصة كان اصحابهم يهود كانوا هم اللي بيعملوا الكحك ده ويبعوه للناس ده طبعا للي بيحب ايه ايه انه هو يشتري الكحك جاهز وطبعا الكحك من العادات المصرية القديمة كانت موجودة في مصر من قبل دخول المسيحية والاسلام واعيدهم بسنين طويلة تمام خلينا بقى نرجع شوية لورا لبداية الكحك وبما ان احنا اتكلمنا عن الكحك الاول يبقى هو كان قبل البسكويت فالكحك يعود الى الدولة الطولانية وكانت بتتصنع في اوالب منقوشة عليها عبارة كل وشكر ولكن الكحك يعود تاريخه الى اصول مصر القديمة ووجد علماء الاصار طريقة وصور الكحك منقوشة على جدران المعابد في الاكسر وفي القبر في هرم خوفه في الجيزة وكمان امن المصريين القدماء ان الكحك له هدف ديني وكمان كان مختوم عليه في العصور دي رمز للاله رعى وكمان مش عند القدماء المصريين وبس ولكن في العصر الفاطمي كان الخليفة الفاطمي بيخصص عشرين الف دينار لصناعة كحك العيد فكانت بداية صناعته في شهر رجب الى العيد فكان الكحك من قديم الازل وهو رمز باحتفال المصريين بالاعياد وبعد كده ابتدوا يدخلوا معاق الباسكويت والغريبة طبعا والبيتيفور بس الباسكويت هو اللي كان له اهمية كبيرة مع الكحك. فخلينا نشوف بداية الباسكويت جات ازاي? اولا اسم الباسكويت هي كلمة لاتينية ومعناها الكحك الصغير المحلة اللي هو المسكر او المكرمشات. ومن الناحة التاريخية بدأت فكرة صناعة الباسكويت للحاجة الى طعام مغزي ويصلح لفترة طويلة ويسهل تناوله وحمله والتنقل به خاصة فين بقى في الرحلات البحرية الطويلة اللي بتستغرق وتستغرق الى شهور وسنوات لان كان اعتمادهم في البداية قبل الباسكويت على استحابهم للحيوانات والطيور. وكان لازم طبعا وجود طاهي. يكون معهم طباخ. علشان يحضر لهم الوجبات. وده طبعا كان شيء بيبقى مكلف جدا عليهم. فمن هنا جم بفكرة او جم بفكرة بديلة. وتكون احسن لهم في صفارهم. وهي فكرة الباسكويت. وكان الباسكويت في بداية ظهوره صلب وجاف وبدون سكر. وكانوا بيصنعوه اللي هي يعني المرحلة اللي هي بتاعت التسوية بتاعتهم بعد الخبز. وده علشان يكون الفرن ابتدى يبرد. مش عشان خاطر البرودة بتاعت الفرن ولكن يكون تكلفة اقل. فكانوا بيصنعوه بعد الخبز. وده بيكون كنوع آآ رخيص لتقديمه كدعم للفقراء. وابتدت بعد كده تتطور صناعة الباسكويت وبقى اكتر من نوع للباسكويت. فمنه دلوقتي طبعا باسكويت الشاي وسادة ونشادر وبرتقال وجوز الهند وحاجات كتير جدا. تم اختراعة طبعا في الاوناء الاخيرة للباسكويت. بس ده مخلي برضو طعم الباسكويت نفسه بيحلى بالارمشة بتاعته. وكل واحد له زوءه في اكل الباسكويت. وليه درجة معينة في ارمشته. فمسلا في مصانع في بريطانيا وفرنسا وامريكا بيتم تعيين فيزيائي وبيكون مهمته هي قياس درجة الارمشة عن طريق اجهزة. فمن بداية ابتقار الكحك والباسكويت الى يومنا هذا بيتم الابتقار وتصنيع انواع كتير جدا منهم. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا. يا رب تكون الحلقة بتاعت النهاردة عجبتكم. اكتبولي في التعليقات. ولو حابين اني اتكلم عن مواضيع تانية اكتبولي برضو. ودلوقتي اسيبكم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.